أستاذة إنعام محمد علي أنا الحية برضو يعني بتوقف عند كثير من أعمالك وبجد لكي نقاط اهتمام من ضمنها على سبيل المثال موضوع المرأة موضوع التعليم يعني أنا فاكرة دمير قبل حكمة مثلا نبدأ بدمير قبل حكمة عندي دمير قبل حكمة وعندي هي ومستحيل أمية كمان لأنني كان همي واهتمامي للشديد قضية التعليم ده كان أول مسلسل من ميدان فاتن حمامة اللي هي تطل علينا من خلال الشاشة الصغيرة يعني تلات نجمات يتصلوا بي بعد أي عمل في شادية ومجدة وميدان فاتن ويدور حديث حوالين الأعمال يعني يعني أنا حسيت من خلال إنهم نفسوهم يعني شادية كان فاكرة كان فيه مشروع خاص بيها بس الحقيقة إحنا هي تحجبت قبل ما كان يعني مفروض بيكتبوا أسامة والسامة كان عنده أعمال كتير فابل ما فاكتنا الفكرة وحني أو هنم نبدأ يعني مدام فاتن بقى يعني عادت قلت لها طيب إنتي عايزة تعملي إيه يعني نفسك تعملي إيه قلت لها أنا حتى كان عندي فيلم وقتها فقلت لها أنا بعتليك الفيلم ريه فقريته ورحت رجعته سيئلت لي لأ أنا عايزة عمل مسلسل فقلت لها أوكي والمؤلف موجود وقلت لي بس أنا نفسي عامل مسلسل في حاجة يعني هي مش عاجبها كنا في فترة الثمانات مش خلاق الناس اتغيرت جدا يعني فيه شيء تربوي وكمان شوية يعني نحاول إن نرتقي بسلوك الناس في الشارع وفي أي مكان يعني قلت لها أنا معاك يعني فرحت لأسامة ونقلت له لأسامة الله أرحمه ونقلت له الفكرة ابتدى يكتب ضمير قبل حكمة هو كان بيكتب حلقة بحلقة وناخد الحلقة ونقرأها أنا مدام فاتن ونقل رأيينا لأسامة وحاجات كده لغاية لما اكتمل المسلسل وتبنى وابتدت تبني الدكورات بس قالت طبعا أنا هسافر ألمانيا هروح يعني أجيب ملابسي الملابس الجميلة اللي كنت لابساها دي ولكن في الشخصية يعني ملأمة للشخصية ملأمة ليها طبعا ملأمة للسن وللمركز بتاعها كان نظر مدرسة فرجعت وقالت لأ أنا لأ أنا مش عايزة أخوش مش عايزة لأ مش عايزة أدخل للتجربة دي فطبعا كنت أنا وممضوح ليسي نزلت علينا كلمتها كالثاق طب نعمل ايه؟ تبدي كربة تبني فحتى قلت له طب نتفكر في مؤسسلة تاني قال لي لأ أنا بادي قطاع أنا عايزة قطاع الانتاج أنا بمسلسل كبير وفنان كبير ومش هتنازل فالمهم هو كان فيه خلاف بينها وبين أسامة على إن هي كانش فيه حتة يعني فيه بعض المشاهد مش معطرد عليه فجمعنا أنا وهي وأسامة وقدر بطريقته أستاذ ما بدو حليش مش بس إن ما نخرجش من القوضة لما نبدأ تصوير طول حنبدأ تصوير إزاي والدكور بيتبني قال لي مش أنتوا عندوكم مشاهد في الخارج كنا في شهر ما داية شهر مارس مارس سنة التسعين فقال لي مش الدكور عندوكم مشاهد في الخارج وعندوكم في النوة نوة إسكندرية وخلاص النوة هتنتهي يعني نستغل هذه الأجواء مش بس كده تخرجوا من هنا أسبوع جاي تبتدوا تصوير يعني يعني دا أستاذ مبدو حليسي طبعا كان فنان كبير وفعلا بعدها بأسبوع فهي قالت طيب يعني لم هو زنقنك الزنق طيب فبعدين قالت طيب أنا حبدأ بس ما فيه متعلنوش عن إن أنا حبدأ تصوير ولا الجورنان ولا غيره ولا غيره إلا بعد ما أقول أنا فحصت لا ما أعمل وفعلا بدأنا تصوير في إسكندرية جميل والمسلسل نجح نجح كبير جدا جدا وما زلنا نتذكره خاصة مع الأحوال التعليمية الحالية اللي بتستدعي فعلا نحن يعني نعيد الرؤية بنسبة لها بشكل كبير قريبا